صباحكم ورد وسعادة من يديد مشاهدينا الأداء المميز للموظف يؤدي إلى الاعتراف فيه والاعتراف يجلب لها الاحترام وأيضا التقدير وهالشي يجلب القوة للمؤسسة لذلك من المهم جدا تقييم الموظفين في بيئة العمل على فترات متباينة وللحدث أكثر مشاهدينا الرحب بضيفنا في الاستيديو الخبير ومستشار تنمية الموارد البشرية الدكتور عامر هاني القاسم صباحك ورد وسعادة أهلا وسهلا صباح بحكم جميل أهلا وسهلا بما أنك مستشار بيئة تنمية البشرية وغيرها يعني أنت عينت العديد من الأشخاص وفنشت العديد من الأشخاص صحيح واللي فنشتهم أكثر من اللي وظفتهم الأشخاص اللي وظفتهم شو أول شيء وضعت بعين الاعتبار أن هذا يستهل هذا المكان أهلا وسهلا فيكم وصباحكم مليء بالإيجابية والسعادة سعيد جدا أني أكون معاكم بهذا البرنامج اللي دائما ننتظره بفارغ الصبر سؤالك سادة مروى رائع جدا الإجابة على هذا السؤال بين قسم إلى قسمين القسم الأول الشيء اللي خاصة أو الأشياء اللي خاصة بالموظف نفسه أنا بركز على ثلاث أشياء أساسية في عملية التوظيف أول شيء الاحترافية أنه ما أوظف أي واحد بس مجرد أنه جاي بس يو خضراتي بيروح أنا بدي أشوف أنه هل هذا الرجال محترف تمام؟ هل هذا الرجال ممارس وهل هذا الرجال في حالة أنه ما كان عنده خبرة هل ممكن يفيدني أنا؟ هل ممكن أني أنا سفيد منه داخل المنظمة بعد سنوات الخبرة لأنه إذا أنا ما عينته وراح على شركة ثانية أو قطاع آخر وما عينه من أين حجيب الخبرة؟ نعم فلازم واحد فينا بالمؤسسات يضحي أوكي؟ ويقبل مثل هذول الموظفين على أساس أنه تنزله سنوات خبرة في السيرة الذاتية الخاصة فيه الأمر الآخر هو في غاية الأهمية نعم اللي إحنا نركز عليها نشوف أثناء المقابلة الشخصية وغالباً المقابلة الشخصية بتتجاوزش سبع دقائق إلى 11 دقيقة بالكثير صحيح فمرات صعب أنك تكتشفي مكنونات أوكي هذا الرجال ومقوماته خلال مدة صغيرة نعم فنعطيه أسئلة عبارة عن كيسز وحالات نقول له تخيل أنك أنت رئيس قسم أو موظف في قسم ما وقعت في هذه المشكلة واجهت هذه المشكلة واجهت يلا حلل ليها نعم هذه لا بتعتمد لا على كتاب ولا على جامعة صحيح ولا على اليوتيوب اللي أنت بتحضر الفيديوهات في على الخبرة على الخبرة أو حتى تطلعاته للمستقبل صحيح هل فيها نوع من أنواع الإبداع والابتكار إلى آخره نعم قبل أن نذهب لتقييم الموظفين وغيرها وتقييم في بيئة العمل صارحني صدق والله ليش عندكم فوبيا من الخريجين الجدد كون صريح وياي والله يشوفي أنا رح أكون صريح جدا معك بيطرح تتفاجئي من صراحتي حد نعم 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 ن أنتو تبكون مقولة غلطة الشاطر بألف فأنتو مش حابين حتى تغلطون حابين الأخطاء صفر بلمس إحنا مشكلتنا في البداية عند التعيين مش عارفين إنه هذا شاطر ولا لا نعم عرفتي؟ فهذا التخوف وليس الفوبيا هذا التخوف في ريسك شوي في ريسك إنه أنا بدي أعينك نعم بس أنا بهمني أضمن أنت شو حتضيف لي صحيح ليش؟ لأنه إذا ما ضفت لي أول شيء أنت بتكون خسارة عليك نعم ثاني شيء أي أخطاء ماشي أنت بتقوم فيها تحتاج مننا لأشهر أو مرات أسابيع عشان نعالج تلك الأخطاء صحيح فبهاي الفترة في ناس غيرك بيسبقك في الركب وبصير أمامك وانت بتصير بعد فهي النقطة الأساسية اللي إحنا دائماً نكون حاطين إيدنا على قلبنا إنه نوظف ولا لا بالعكس ومرات صارت في حالات أكسية كنا متخوفين من بعض الأشخاص لما جربناهم في بيئة العمل ونزلوا على الميدان بصراحة أثبتوا جدارتهم صحيح الحمد لله الحمد لله رب العالمين طيب دكتور عامر وظفت وانتهى الموضوع عقب المقابلة زين اشتغل الشخص مدة معينة عقب فترة يسوون بالشركات تقييم آداء لبيئة الأعمال وغيرها وأيضاً للموظفين في بعض الأحيان خبرنا عن أهمية هذا الموضوع وما هي المخرجات إذا أنت قيمتوا تمام أول شيء بدي بس نركز على نقطة معينة نعم ويجب أن نوضحها في البداية اللي هو الفرق ما بين التقييم والتقويم نعم وهاي النتيجة أوكي نعملها زي السوات أناليسيز تمام؟ نعم هاي السوات أناليسيز هتفيد بيئة العمل نعم كيف؟ نروح بنشوف شو نقاط القوة والضعف من عملية التقييم نعم بالأسف الشديد أثبتت الدراسات العالمية من أنه أكثر من 68% من الأشخاص اللي إحنا منوضح لهم نقاط الضعف اللي عندهم قاعدين بركزوا على نقاط الضعف يحسنوها وبيجهلوا بعض الأشياء الإيجابية اللي كانت أو ينسونها أو ينسونها فإحنا كمدراء ورؤساء أقسام أو إدارة معنية في عملية تقييم الأداء بدي أنا أوازن أوكي أنا بدي يطور نقاط الضعف بس يتمسك ولكن الموظف يراوده القلق يوم تقول كلمة تقييم في قلق بخول صحيح؟ يعني أن في بعض الأحيان ممكن عقب هذا التقييم في ناس ما عندهم ثقة بأعمارهم حتى ولو كانوا شاطرين وحتى ولو كانوا جيدين أو ممتازين في بيئة العمل ويعملون أكثر من الطبيعي في ناس عندهم ضعف ثقة بيئة نفط أتفق هذا القلق دكتور هل من الممكن أن يخلي هذا الموظف يتراجع شوي؟ والله أول شيء أشكرك جدا على هذا السؤال سؤال رائع وفي محله دائما التخوف اللي بيقع فيه الموظف بربط عملية تعيينه وتفنيشه بالتقييم صحيح ماشي إنه والله إذا تقييمي كان قليل هاي الفترة ممكن يأثر في المستقبل على الاستمرار بتلك الوظيفة نعم فهاي غلطة مين بتكون؟ غلطة المدير غلطة المدير من البداية رئيس القسم يجلس مع الموظف أنسى الذعر بقلوب الموظفين من البداية قلهم تعال إحنا عندنا سيستم عندنا نموذج تقييم أنت ممكن أن تقيم أسبوعيا ممكن شهريا ممكن ربع سنويا صحيح ممكن نصف سنوي ممكن لازم الموظف يعرف إنه فيه تقييمات فجائية وفيه تقييمات مجدولة نعم أنت بدي إياكي تكون على أتم الاستعداد دائما طول ما أنت بتشتغل تحت مظلة هذه المنظمة وبعدين التقييم هو فقط لمقياس نعم يعني العالم تشاسر بارنرد شو أعرف عملية التقييم هي عبارة عن نظام رسمي تستخدمه المنظمة لقياس آداء تمام ومهارات الموظف في فترات زمنية معينة نعم تمام فهذه الفترات الزمنية يجب أنه يبلغ فيها الموظف إنه والله فيه فترات معينة أنت تقيم فيها وفيه فترات إحنا من قيمك ممكن عن طريق الكاميرا ممكن عن طريق السيارة نعرف طيب تقبلون كإدارة وكغيرة إن الموظف أيضا يقيم الإدارة والله في بعض الأحيان نعم إذا كانت عندك إدارة ماشي تتبع الأسلوب والمدرسة الحديثة في العلم الإداري لأنه جميل أيضا أن حتى الموظف يستطيع تقييم أيضا الإداريين يمكن ولكن دون ذكر الإسم ساذة مروه أنا أريد أحكي لك شغلة وأكون شفاف فيها ودائم أحكيها بكثير من اللقاء واضح أنك صريح صريح جدا وبعدين أنا أريد أحكي لكم بعض الأشياء واقعية تفضل وهذه الأشياء الواقعية حدثت معي نعم أنا جلست مع كثير من المدراء وخلينا نحكي أشخاص لهم قيمة بلا ذكر أسماء وبلا ذكر قطاعات شفت على مكاتبهم شفت على مكاتبهم بدون ما حدا يقول لي نموذج تقييم من عامل سيكوريتي للمدير العام نعم تخيلي أنا ما سألت سيكوريتيير ما سألت رئيس قسم سألت من عامل السيكوريتي اللي برا على المواقف سألته عن أدائي تمام صحيح هذا شو معناه هذا معناه أنه في عندي أنا إدارة حديثة والإدارة الحديثة المفروض ما تزعل صحيح في ناس بيقول لك أنا مدير أنا فلان أنا عندي خبرة ما يشخصنا المواضيع آه وأنا هذا الرجال يجي قيمني لا يقيمك صحيح أنا عملت في بعض القطاعات أوكي بل أذكر هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والله العظيم أنا كنت أتعلم بعض الأشياء من الأوفيس بوي اللي عندي صحيح تمام أنا ما أخذتها بدراسة الدكتوراه كلها التواضع الاحترام صحيح التعامل الطيب الابتسامة صحيح الابتسامة هاي ما أفكر ما بتتعلم حتى الاهتمام في بعض الأحيان ما بتقدر يطوليها من الأكتاء إذا قال رأسي يعورني يعني الاحتمام هذا يعني جميل فأي مدير بيوصل لمرحلة أنه والله أنا التب وأنا أفضل واحد بيفهم في هذا المجال تأكدي تماماً أنا هاي رسالة بوجهها لحضرتك صحيح السادة مروة وللمشاهدين من أنه حط رجله في أول طريق للفشل نعم لأنه المدير هو عبارة عن بحر يستوعب كل الناس بتستفيد من هذا البحر إذا وصلت لمرحلة أنك أنت تشتغلي داخل مربع مغلق سوف لن تتطوري دولة الإمارات العربية المتحدة الآن ومن زمان كان عندها مبادرات كثيرة تهتم في الابتكار والإبداع ودائماً بدهم جميع القطاعات تصير نمبر ون ليش نمبر ون؟ حتى بالمؤسسات الحكومية يعني دكتور عامر الموظف السعيد الموظف المتميز شهرياً وتوائز وأيضاً تكريمات وأيضاً زيادات في الرواتب وغيره ومنح دراسية خارج الدولة لتطوير وتطوير أدواته المهنية يعني دولة الإمارات الحمد لله يعني حتى الشيخنا ما قصروا بهذا الموضوع لله ونظام التصنيفات أفضل خمس قطاعات صحيح وأقل خمس قطاعات وستارز ونجوم هذه كل آياتها من وين إجت صحيح إجت من الموارد البشرية والإسمائلي فيس نعم والإسمائلي فيس وقيم الخدمة وقيم كذا هذولا من وين؟ من الماكينات؟ ما إجوا من الماكينات إجوا من الـ HR اللي بيشتغلوا في تلك القطاعات نعم وهذولا الموارد البشرية دائماً بيحتاجوا لشخص صحيح مقيم موجه مرشد وقدوة نعم هذولا الأربع صفات إذا ما كانوا متواجدين في المدير صحيح المنظمة سوف تقف في مكانها وللأسف الشديد حتصير ترجع للخلف مات القدم للأمام دكتور عامر في بداية حوارنا لهذا الصباح قلت لك بأن عينت العديد من الأشخاص وقلت بأن فنشت أكثر من اللي عين نعم يوم كنت بتفنش شخص معين من مكان عمل أو من مؤسسة عملت فيها شو الأشياء اللي تحطيها أن لهذا السبب أنا بفنشها علشان أكيد متابعين واللي شاهدوننا الآن جميل ينتبهون من هذه ألف جميل جدا أول شيء في عملية التفنيش أنا ما بفنش خلال 24 ساعة أكيد أوكي أنا بكون حاطط ماشي بعض المعايير اللي قدامي لبعض الأشخاص اللي أنا حاطهم بين قوسين هذولا خلينا نحكي في مهب الريح هذولا اللي إحنا رح نبدأ فيهم خمس أشياء أول شيء لانضباط والالتزام نعم مستحيل واحد يكون عنده ولاء وانتماء وما يكون عنده التزام وانضباط صحيح هاي قاعدة اثنين عدم استغلال الوقت بالشكل واستثماره بالشكل الأمثل أنا في عندي ناس كثير بقوا دي ثمان ساعات عندي على المكتب وبيجوا على الوقت بالضبط تمام بس بشوف كمية الإنجاز تبعته قاعد فاضي شاي قهوة ناس كافي تمام واتساب انستجرام وطلبات والعداد تبع راتبه بالضبط والطلبات والأكل والغداء وفترات الصلاة وكذا كل هذه محسوبة صحيح لازم ما يتتعدى أكثر من سبعين دقيقة اللي هي ساعة وعشر دقائق نعم بعد هيك عندك حوالي ست ساعات ست ساعة ونص أنا بدي أستثمر هذا الوقت نعم أنا ما بدي هذا الكلام بديش أجسام ما بدي جثث آسف لهذا الكلام ما بدي جثة يكون قاعد عندي صحيح تمام الشغلة الثالثة عملية الإبداع والابتكار والتطوير هل عنده ياه ولا لا أنا موظف هذا الرجال إلي خمس ست سنوات قاعد يتطور أنا إذا حتى ثابت ما بلزمني نعم حتى إذا ظل ثابت زي يعني مقارنة بالسنوات السابقة أوكي بلعينت فيها إلى الآن ما تطور هذا يعتبر خسارة إلي نعم أنا بدي يا الرجال كل يوم كل يوم يطلع لي أشياء جديدة نعم وشغله يجب أن يكون ملموس أيضا المعيار الرابع اللي هو علاقته مع المدراء والزملاء هاي بتهم جدا نعم لأنه إذا كان عنصر سلبي موظف سلبي داخل الإدارة هذا رح يكون عبع علي ورح يكون بالضبط زي حبة التفاح خلينا نحكي الفاسدة اللي بتكون موجودة في صندوق في سلة سليمة كل يوم أنت بتتركيها قاعد رح تعد قطعي الثانية فمباشرة أنا لازم أني أشيلها في بعض الأشخاص وهذه النقطة رقم خمسة وهي في غاية الأهمية في بعض الأشخاص مجبور إجبار يجي يشتغل عندي تخيلي قاعدت مع كثير من الأشخاص بقول له أنت ليش مش منجز ولي بقول لي دكتور عامر لا تزعل والله أنا مجالي غير هذا المجال نهائيا وأهلي غصبوني أنا هيل العائد المادي أيها فأنا أريد راتب أنا مصروفي كثير ما عنده شغف في العمل فما عنده مثل هذه الشخصية صحيح هاي بتأثر بتأثر على بيئة العمل وبتأثر على زملائه صحيح لما واحد يقول لك أنا مغصوب غصب أشتغل عنك هاي الأشياء موجودة في دمه أنا صعب أغيرها ممكن أعمله ممكن أجلس معاه ممكن أشتمع معاه ولكن في بعض الأشياء الداخلية صعب جدا أي بني آدم يغير لك بعض الشعور كمستشار في التنمية البشرية العديد من الشركات دكتور عامر يتبعون بعض الاستراتيجيات والخطط وغيرها منهم ربح الشركة في العائد المادي ما يكون شيء اسمه مثل بونس للأشخاص اللي يشتغلون وتقسيمها على جميع الموظفين وفعلا لقوا في هذه الشركات عقب دراسات واحدة بأن الأشخاص اللي يكون أو مدير أو يعني رب العمل يوم يسوي هذا الموضوع موضوع البونس تختلف جودة العمل وجودة يعني العمل المقدم وغيرها بنسبة يعني 100% يعني هي نسبة ذكية جدا وكبيرة جدا من رب العمل ويمكن يشعر بعض الأشخاص أنه لا فيها خسارة مادية ولكن فيها أيضا ربح كبير جدا خبرنا كمستشار تنمية بشرية هل أنت مع هذا النظام وهذه الخطة أم لا والله يشوفي عملية البونس أنا مأحى 100% ولكن للأسف الشديد ممكن أن تطبق في القطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومي تمام؟ نعم البونس هو عبارة عن أسلوب لتسجيع وتحفيز الموظفين أوكي لإكتشاف أفضل ما يمكن تقديمه من قبل الموظفين نعم تمام؟ عشان هيك في بعض الأشخاص ما بيناموا الليل ليل نهار شغالين في المنظر صحيح ليش؟ لأنه بهمهم في النهاية وفي نهاية الشهر بهمهم العائد المادي صحيح البونس هو جيد ولكن ما يكون هدفك فقط تحصيل المالي نعم ما يكون هذا هدف ومطمع كل واحد خلينا نكون واقعيين وصريحين كلنا نشتغل مقابل المادة نعم ما في واحد يشتغل فري فور فري صحيح ولكن أنا بدي هذا الموظف يعرف أنه الإدارة قاعدة بتهيئ لي الجو أني أحسن دخلي صحيح ولكن ما يضل تركيزي كثير على المادة بدي أحقق المخرجات اللي عندي الأوتيكمز وأيضا في عندي أبجيكتفز وفي عندي مؤشرات الأداء اللي عندي لازم تكون دائما حاضرة في ذهني على الأساس وأنا بشتغل عيني دائما على الكي بي آيز الطيب الآن وين المشكلة بتوقع في عملية البونس لما ما تتوزع نعم مناصفة مع الأفراد مع الجميع بتصير كل واحد غيرة أيوة كل واحد ينظر على البونس اللي جابه زميله نعم أنا وياكي على سبيل المثال أنا وياكي بنشتغل في نفس القطاع وانتي بتشتغلي اللي عليكي فقط بأقل جهد أوكي وأقل وقت تشغلي سيارتك وتروحي وفي نهاية الشهر أنا وياكي نتقاسم لفلوس اللي أنا صحيح اللي أنا أصلا أريدي تحب عليها ويزيد حفر الحفر للي أقوى نصير نحفر ونعمل ريبورتات للمدير صحيح فلانة ما إجت فلانة كذا وواتساب حشف بعد وهي صورتها هذول نسميهم احنا الدبابيس أو المسامير فعلا صحيح نورتنا لهذا الصباح الدكتوري عامر هاني القاسم الخبير ومستشار في تنمية البشرية يعطيك ألف عافية ونور